المحبية الإسبريسو والرسمة علي المشروبات جبت لكم اليوم مكينة لا سبيشاليستة أرتي الجديدة من عائلة لا سبيشاليستة من شركة دي لونغ الإيطالية مناسبة للاستخدام المنزلي الشخصي أهم المميزات والفوائد قوة المباخة 15 بار مطحنة مدمجة بسعة 200 قرام بثمانية إعدادات لدرجة الطحن تحكم مباشرة بدرجة الحرارة ثلاثة مستويات عشان تناسب جميع أنواع الحمصات عصة تبخير احترافية لتعطيك رغوة ناعمة وحريرية المناسبة للرسمة على المشروبات ثلاثة مشروبات بغطة زر ملحقات باريستة كاملة بورتافلتر تامبر باسكتين جلدة مكبس وبيتشر حليب شكل أنيق وحجم صغير ننتقل للوحة التحكم والأزرار أولا زر التشغيل ثمانية درجات للطحن ساعة ضغط بكرة تحديد ثوان الطحن زر التحديد حجم الباسكت المستخدم سنجل أو دبل زر التحكم بدرجة الحرارة نستخدم واحد للحمصة الغامقة اثنين للحمصة المتوسطة ثلاثة للحمصة الفاز المشروبات ماء ساخن وأخيرا زر التبخير علامات التنبيه مؤشر تانك الماء مؤشر إزالة التكلوسات برنامج الصيانة الدورية والآن ننتقل للتجربة العملية هنعمل مشروبين مشروب إسبريسو مشروب كابتينو هنحط حبوب القهوة بالكمية المناسبة بعد كذا هنشغل الجهاز وننتظر إلى ما يكون جاهز ثم نطحن حبوب القهوة بالكمية والوزنية المثالية بعد كذا هنكبس القهوة باستخدام التامبر المرفق ونفك الـ بعد كذا هنركب البورتفلتر في المكان المخصص ثم نروح من قائمة المشروبات نختاره على زر الإسبريسو ونضغط أوكي لبدء الاستقلاص هذا هو الاستقلاص زي ما انتم شايفين ونتأكد تماماً انه البارة عندي واصل بالكذا معناه انه درجة الطحن والحرارة التبعي ممتازة وكمية القهوة ممتازة هذه هي نتيجة الإسبريسو ننتقل للتبخير تبخير في البداية لازم يكون عصى التبخير يلامس الحليب ملامسة عشان اطلع كمية الرغوة اللي انا ابغاه لحد ما اكتفي بكمية الرغوة المناسبة رح ابدأ انزل عصى التبخير في الحليب بشكل تدريجي عشان تقضي على الجزيئات والفقاعات الموجودة بالحليب ويكون الرغوة عندي خرافية وسلسة وحريرية المناسبة للرسم بدون اي فقاعات وتأكد تمام انه الحليب داخل البتشر بدور بهذا الشكل عشان ما تفصل الرغوة عن الحليب ويتعب في الرسم لحد ما تكتفي بكمية الحرارة والرغوة المناسبة قفل التبخير نضف عصى التبخير بهذا الشكل اعطيها دقتين وحطها في الكاسة عندنا طريقتين الطريقة الاولى اذا ابا اسوي القهوة بشكل طبقات رح احط الحليب ونزل عليه شدة اسبرسو وهذه النتيجة رح تكون امامكم بهذا الشكل الطريقة الثانية رح تكون لمحبي الا تي ارت والرسم على المشروبات وتقدر ترسم وتبدع وتعمل الرسومات والرسومات التي تحتاجها اعادة برمجة المشروبات وضبط الكميات نختار المشروب بعد ما نعلق على زر الاوكي لمدة 5 ثواني لحد الاكتفاء بالكمية المناسبة يتم الضغط على زر الاوكي للتكبير اعدادات الجهاز اولا يتم الدخول للقائمة بالتعليق على هذه الزرين لمدة 3 ثواني لضبط مدة التخمير من زر الاستبرسو المستوى الاول بدون المستوى الثاني ثانية واحدة فقط المستوى الثالث ثانيتين للتخمير لزيادة مدة الطحن من زر الامريكانو المستوى الاول والمستوى الثاني لضبط مدة الايقاف التلقائي بعد 9 دقائق ساعة ونص ثلاث ساعات لضبط صلابة الماء المستوى الاول عذب المستوى الثاني متوسط المستوى الثالث عسير وعندنا هنا في السعودية نخليها على المستوى رقم واحد من زر الاوكي نحط بالاعدادات ننتقل الى التنظيف المستوى الثاني المستوى الثاني المستوى الثاني وصلت معكم لنهاية هذا الفيديو اذا احد عنده اي سؤال او استفسار بخصوص هذا الجهاز او اي جهاز اخر اكتبوا لي في التعليقات كان معكم ماجد من قرات وماجد رسو اشوفكم فيديو جديد في امان الله اشتركوا في القناة